بسم الله الرحمن الرحيم التقسيم والتقعيد للقول المفيد باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه النهي عنه أي وضع الشخص لنفسه هذا الاسم أو رضاه به من غيره ما حكم التسمي بقاضي القضاة كبيرة انقصد به مجرد التسمية وشرك أكبر إذا اعتقد بأنه قاض على كل قاض حتى على الله عز وجل وجائز والأفضل أن لا يفعل إن قيدناه وحصرناه بطائفة أو بلد أو زمان الدليل الأول في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله قال سفيان مثل شاهان شاه وفي رواية أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه قوله أخنع يعني أوضع أخنع أي عوقب بنقيض قصده ومثله كل ما دل على الجبروت والسلطة والتعظيم أغيض فيه إثبات الغيظ لله فهي صفة تليق به والظاهر أنها أشد من الغضب المسائل الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان كقاضي القضاء وحاكم الحكام وسلطان السلاطين الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه التقسيم والتقعيد للقول المفيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر